طيب الجزئية التانية هي متعلقة بقى بسيناريوهات استكمال المسلم وانس احمد مجاد النهاردة قال تصرحات قال ان الاهل عنده ست مباريات مؤجلة والبراميدز عنده خمس مباريات مؤجلة بعد الاسبوع التسعة وعشرين هتكون متبقي خمس جوالات في ختام الدوري العام الخمس جوالات المتبقية في الدوري العام هلعبهم في الفترة من عشرة لستة وعشرين اغسطس واخر مبارتين هتكون بينهم اربع ايام والدوري في تعاهد ان هو ينتهي يوم ستة وعشرين تمانية طيب الجزئية التانية اللي اتكلم عليها قال نادي الزمالك طلب بالانتظار ان هو يعني يلعب هو زمان كتباتي حاليا لعب خمسة وعشرين مبارات في الدوري والاهل لعب تسعتاشر الزمالك تبقى لتصرحات المؤنس احمد مجاهد النهاردة قال ان عايز يلعب لغاية الاسبوع يعني السبعة وعشرين يعني يلعب مبارتين كمان ويتوقف لحين ما الاهل يخلص كل مبارياته المؤجلة طيب هي وجهة نظر نادي الزمالك شايف وجهة نظره كده لكن اتحاد الكورة والمؤنس احمد مجاهد رد رد غريب شوية ليه بقى قال لابد من توازن بين تكافئ الفرص والمصلحة العامة لان هناك جزءا من اللاعبين عقودهم تنتهي وينتقلوا الى دوريات مختلفة ومثلما تتصور ان مصلحتك التأخير لحين اقامة مؤجلات الاهلي قد تجد نفسك تلعب اكبر عدد من المباريات بدون لاعب مثل فرجاني ساسي انا التصريح ده هفهمه لو انا بلعب في بطولة قرية او لو انا بلعب في بطولة دولية بتنصحني لكن لما بتكون بتتكلم على بطولة محلية فيه فرق انت كمسؤول عن اتحاد الكورة فيه تعامل وسواسية ما بين كل الاندية وديجي تقول النادي اللي طالب هو عايز يلعب لغاية الجولة السبعة وعشرين وعايز يتوقف لغاية لما قال لي خلاص مؤجلاته تيجي تقول لا ده كده انت بالنسبة لك عندك مشكلة ان فيه لعيبة عقودة تنتهي فبالتالي مش هتستفيد بيها الفترة جاية وهو اضرب مصلحته هو تكافؤ الفرص انك تقول لي نادي يعمل ايه ونادي ما يعملش ايه التصريح ده ما ينفعش يعد يا جماعة لان فيه قدامنا على الشاشة هو ده التصريح اللي قال له ما انسحن بجاية النهاردة قال الزمالك طالب بالانتظار اخر سبع جولات لحين انهاء الاهل مؤجلاته كان اردي انه لابد من توازن بين تكافؤ الفرص والمصلحة العام انا الغات هنا اقول اوكي لو فكرة انه مطشط كلها تكون اتلعبت زي بعضها واللي ده اللي عايزه الزمالك لكن تقول اصلي فيه العيبة عندك عقودة هتنتهي وممكن ينتقل الدوريات اخرى وبالتالي من مصلحتك انك تأخر اكتر من كده لأ العب عشان العيب ده لو مشي يبقى انت على الاهل استفدت منه ده هنا مفيش تكافؤ فرص وانت المفروض على مسافة واحدة من كل الاندية ده انا انا مش هفتهش في اي حتة في الدنيا انا اقولي الكلام ده كل نادي اضرب مصلحته هو شاف انه عايز يلعب لغاية الاسبوع السبوع عشرين ويتوقف خلاص هو اضرب مصلحته لكن فكرة اللي احنا نجود ونباين اللي احنا حارسين على المصلحة الكلام ده يثبت يا جماعة على فكرة ان ما يقال وما يشاع ان اتحاد الكورة واقف في صف الاهل اصل اتحاد الكورة بيجامل الاهل ده تصريح صوت وصورة يعني تصريح موجود في كل المواقع وتصريح صوت النهاردة ده اكبر دليل ان اتحاد الكورة بينصح وبيقول نادي الزمالك لا الصح بالنسبة لك كذا وكذا 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 مش عارب بصراحة يعني لا تعليق لهذا التصريح لان في النهاية كل نادي بيطلب المناسب لي لكن تجود من نفسك وتقول لك اصل العيد ده ممكن يمشي لو انت انتظرت ولغاية الاسبوع السبوع عشرين وممكن بعد كده اللعي بيمشي فما تلعبش به اخر سبع تمن جولات مش بتاعت حضرتك على فكرة دي بتاعت الاندية كل نادي شايف مصلحته. عايز وعند الاسبوع السبوع عشرين يقف عند الاسبوع السبوع وعشرين. وحط للاهل مؤجلاته بعد ما يخلص سيمي فاينال. حط للاهل مؤجلاته. لان ما عندوش اي مشكلة. الاهل ي ما بتطلبش غير حاجة واحدة بس. تكافؤ الفرص بين كل الاندية. والنادي الاهل مشغول ببطولة افريقية وبطولة افريقية ومبارئة مهمة مع تراجد تونسي. يعني النادي الاهلي مش في نزهة او النادي الاهلي في اجازة النادي الاهلي مقبل على مباراة افريقية والنادي الاهلي السندي اكبر فريق لعب مباراة افريقية ومحلية واكتر فريق سافر بر مصر محليا وافريقيا فبالتالي النادي الاهلي بالتأكيد الفترة الجاية بعد ما يخلص مباراة رجل تونس عينتظر بقى يشوف بقى مباراة المؤجلة في الدوري والاهلي الاهلي مش هلعب خلال الفترة القادمة الا مباراتين بدون لعبي المنتخب الأولمبي مباراة سيراميكا ومباراة دجلة اللي الآهل يتنازل وقال مش عنديش مشكلة ألعب مباراة دجلة بدون لعبي المنتخب الأولمبي لأن الآهل كان ساعته حريص إن الدور يكمل رغم أن مباراة دجلة كانت محطوطة في معاد غلط وفي معاد لا يوناسب الأجندة لأن الآهل كان المسافر وعنده مباراة السوبر تبقى لخطاب الاتحاد الإفريقي اللي فيه نسخة منه عند الاتحاد المصري لكرة القضاء